اهلا بكم وعلى صعيد متصل ومتابعة لتعليم قداسة البابا فرنسيس لهذا الأسبوع حول صلاة الأبانة فقد أعرب قداسته عن جمالية الفكرة التي تقول أن إلهنا لا يحتاج لتضحيات لنكسب نعمه إلهنا لا يحتاج لشيء يطلب مننا فقط أن نحافظ في الصلاة على قناة تواصل معه لكي نكتشف على الدوام أننا أبناؤه المحبوبون وهو يحبنا كثيرا أيها الأبو الأقدس يصر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يقدموا لقداستكم أطيب التمنيات بمناسبة العام الجديد كما ويجددون التعبير لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة بلغة اللاتينية بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم سأتلوا الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس أيها الإخوة والأخوات الأعزاء نتابع تعليمنا حول صلاة الأبانة ينيرنا سر الميلاد الذي احتفلنا به منذ بضعة أيام يضع إنجيل متى نص صلاة الأبانة في نقطة استراتيجية في وسط عذة الجبل التي يلخص فيها يسوع الجوانب الأساسية لرسالته إنها ثورة الإنجيل لأنه من باب المدخل هذا الذي يقلب قيم التاريخ رأسا على عقب تنبعث حداثة الإنجيل كونوا أبناء لأبيكم الذي في السماوات هكذا إذن يقدم يسوع تعليم صلاة الأبانة ويقوم بذلك مبتعدا عن مجموعتين من مجموعات زمنه أولا المراءون لا تكون كالمرائين فإنهم يحبون الصلاة قائمين في المجامع وملتقى الشوارع ليراهم الناس ومن ثم يبتعد أيضا عن صلاة الوثنيين لا تكرر الكلام عبثا فهم يظنون أنهم إذا أكثروا الكلام يستجاب لهم ولكن يقول لنا يسوع أما أنت إذا صليت فتوجه إلى الله كما يتوجه الإبن لأبيه الذي يعرف ما يحتاج إليه قبل أن يسأله أيها الإخوة والأخوات الأعزاء كم هو جميل أن نفكر أن إلهنا لا يحتاج لتضحيات لنكسب نعمه إلهنا لا يحتاج لشيء يطلب مننا فقط أن نحافظ في الصلاة على قناة تواصل معه لكي نكتشف على الدوام أننا أبناؤه المحبوبون أولي روحات الأسنين روحات الأحزاء لنفس الشتناة من الجنس عملاً إننا أولينا جزياتهم من الجسم الع Bahوة والطة في الأسيان فعلاً يحتاج إلى الجسم العربة لسيديوا لعلى من دردنا من جسدوا من جسدوا من جسمة العربة لنسبة إلى البرده كما يهسعد للمدارنا على قناة التغير من جميلة ولكنكما يحظرون من جسدوا نعمل الفيديوكية يجب أن نحكم أمه وتقدم من جسمة الكثير من البيان لديه أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط أيها الإخوة والأخوات الأعزاء يمكن لصلاتنا أن تكون أيضا صلاة صامتة في الواقع يكفي أن نضع أنفسنا تحت نظر الله ونتذكر محبته الأبوية وهذا أمر كاف لكي نستجاب ليبارككم الرب اشتركوا في القناة